السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في المغرب وإخواني في ليبيا يقول الله سبحانه وتعالى لَتُبلَوُنَّ فِي أموالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فُجُعْتُ والله لما نظرت إلى الأخبار ورأيت ما جار في المغرب قبل أيام في الزلزال العنيف الذي لم يسبق مثله كما قالوا خلال مئة سنة وكذلك الآن الإعصار الذي حدث لإخواننا في ليبيا اللهم عفوك ورحمتك مصابكم مصابنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة ونحن لا يمكننا لإخواننا إلا أن ندعو لهم وأن نسليهم وأن نصبرهم وأن نذكرهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فنحن عن بعد لما رأينا هذه المناظر وسمعنا بهذه الأخبار تأثرنا ولنا في المغرب ولنا في ليبيا أحب كثر وإخوان في الله فكيف بهم هم أعانهم الله ولكن يا إخواني نطمئنكم بما ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها لو شوكة أصابت الإنسان هم حزن ألم نفسي جسدي فهذا باب من أبواب تكفير الخطايا فلعل الله سبحانه وتعالى أراد بكم خيرا هذه لمن أصيب سواء أصيب جسده أو أصيب أهله أو أصيب أحبابه فأما الذي قتل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون الذي مات بطعن وقيل الذي مات بالطعن والمبطون الذي مات بمرض بطنه والغرق الذي مات غرقا وصاحب الهدم الذي تهدم عليه سقف بيت أو الذي تهدم عليه جدار أو شيء من هذا القبيل وشهد في سبيل الله هؤلاء الخمسة كلهم في عداد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى والذي فقد أحدا من أطفاله فإن أمره أعظم عند الله سبحانه وتعالى الله الذي على العرش الذي لا تفوته فائتة الذي هو أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم اسمع ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ما هي تحلة القسم؟ هو قسم الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية والورود هنا لكل الناس عندما يمرون على الصراط فالذي يموت له ثلاثة من الولد ويصبر ويحتسب ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى فالنار لا تمسه بل وارد حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا جرير قال حدثنا شرحبيل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يقال للولدان يوم القيامة هذا الطفل الذي مات وهو طفل إنه يقال للولدان يوم القيامة أدخل الجنة قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيقول الله عز وجل ما لأراهم محبنطئين يعني لازقين في الأرض ادخلوا الجنة فيقولون يا رب آباؤنا قال فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم والله يا إخوة إن الإسلام نعمة والمسلم في كرامة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فاصبروا يا إخواني فاصبروا على مصابكم واحمدوا الله سبحانه وتعالى احمدوا الله على إيمانكم وأن المؤمن لا يصيبه شيء إلا وكان خيرا له احمدوا الله واشكروا الله سبحانه وتعالى علقوا قلوبكم بالله اطمئنوا لوعد الله سبحانه وتعالى هذه الأحداث كذلك ما جرى من قبل في تركيا في سوريا الآن في المغرب بعد قليل في ليبيا هذه كلها تدفعنا إلى أن نحرص حرصا شديدا على وصية أب الأنبياء إذ يقول الله سبحانه وتعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه الوصية العظيمة التي علينا أن نحرص عليها أن نستمسك بها أن نستمسك بديننا بإيماننا ونرجو من الله الخير ونقول لي أصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما روى الإمام أحمد وروا الإمام مسلم وغيرهم ما من عبد تصيبهم مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته يعني كتب له الأجر على هذه المصيبة وخلف عليه خيرا منها يعني عوضه الله سبحانه وتعالى هذا ما نقول والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوم اتبع المرسلين